نروح بقى لاجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب بالأمس واللي ناقش العديد من الملفات المهمة جدا اللي بتخص قطاعات النادي المختلفة في بداية الجلسة تم التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة للمجلس والمنعقدة بتاريخ 1 يناير 2022 كمان رحب كابتن محمود الخطيب بالسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة بعد حضوره للجلسة الأولى للمجلس عقب اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي بكامل هيئته تعالوا تعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر وكمان قرارات مجلس الإدارة من خلال هذا التقرير هذه تحية لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم وجماهير النادي الأهلي العريق متابعي قناة الأهلي ومنصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي نلتقي بحضرتكم في دقائق سريعة في أعقاب اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي انعقد اليوم السبت 15 يناير بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بتشكيله مكتملا برئاسة الكابتن محمود الخطيب الحقيقة هذا الاجتماع هي الجلسة الثانية في هذا العام يناير 2022 ويتم فيه اعتماد محضر الجلسة السابقة اللي كان في 1 يناير 2022 كمان رحب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بالسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة بعد أن حضر الجلسة للمرة الأولى بعد أن قامت اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي بكامل هيئيته في هذا الإطار الحياة الكابتن محمود الخطيب كان حريص على التأكيد على متانة العلاقات اللي بتربط النادي الأهلي بكل المؤسسات الوطنية معربا عن تقديره لهذه المؤسسات في إطار من التعاون المستمر بإذن الله الحقيقة أن مجلس الإدارة أيضا أكد على ضرورة أو اعتمد صرف مكافأة مالية قدرها شهر العاملين في النادي بمناسبة أن عقاد الجميع العمومية العادية وجهودهم الكبيرة فيها الجميع الأخيرة اللي تم فيها انتخاب مجلس إدارة جديد خاصة بعد أن أصبح المجلس مكتملا بتشكيله وبكافة عناصره ثالثا الحقيقة أن المجلس اعتبر هذه الجلسة ممتدة جلسة مفتوحة لاستكمالها في وقت لاحق وده بسبب الحقيقة دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية في النادي الأهلي الأمر الذي ارتقى معه المجلس أن هذه الأمور لا تحتاج إلى قرارات سريعة ولكنها تحتاج إلى دراسة متعمقة ومتأنية ومزيد من النقاش والدراسة لذا اعتبر الجلسة ممتدة واستكمال طرح ومنقشة هذه الموضوعات واتخاذ قرارات فيها في الجلسة المقبلة بإذن الله سنسعيدة على حضراتكم كل التحية لجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان ودائما أبدا الأهلي في المقدمة ومصر الكبيرة دائما في القلب جميل جدا وقرارات محترمة